من ضمن الاسئلة انا شغال في احدى البنوك اه الخاصة كاوبريشن اعمليات احديدا تيلر في فرع بس مش في القاهرة فكرة ان انا القاهرة شبه بالمستحيلة بتواجهني مشكلة اني مش اقدر اتحرك لاي بوزيشن اكبر لعدم توفر ده ايه اللي اقدر اعمله لانه للاسف مش عارف افكر او اخد قرار واقف مكاني هل لو فكرت اسافر برة بساعدين للسعودية مش الامارات هل البنوك ولمت سعودة هل ما فيش فرصة نشتغل في بنك برة ملحوظة انا مش خريك تجارة نشتغل في كزا مكان الاول بعدها جالي شغل البنك فما عنديش خبرة في الفاينانس او اي حاجة لها علاقة بدا الحقيقة صعب بتلاقي وظيفة في مجال البنوك مش احباط ولكن اه علشان الناس تكون الدنيا بالنسبة لها واضحة على هذا الموضوع انه العمل في مجال الخليج اه صعب ان واحد يلاقي فيه الوظيفة الوحيدة اللي بتكون عادتا متاحة هو العمل كسيلز اه ولكن اتلاحز انه في ناس كتيرة اتلاحز انها كانت بالنسبة لك اه واضحة اه هتلاحز انه اغلبية البنوك بتاعتنا على او ان الناس بتجيب غير الواسطة طبعا ده يعني انت اشتغلت معاك وانا عارف انك شاطر فبجيبك ولكن اتلاحز هنا ان هذه المواقع بتكون لو انت عاوز تدور على شغل بتكون على والبورتهات اللي بيستخدمون المواقع بيته هزي المواقع ومواقع البنوك نفسها ولكن اتلاحز ان في ناس كتيرة بتطلب هذا الموضوع اه لان بيكون عندهم تقديمات كتيرة هتلاحز ان كلما قدمت اكتر كل ما كان عندك فرصة اكتر في منطقة الخليج وتلاحز ان في ناس قدمت بعشرات ومئات المرات الى ان حان الوقت للانترفيو وربنا اكرمها بالانترفيو ولكن ضع ده في الاعتبار بانها من ضمن الحاجات اللي لازم تاخزها في الاعتبار انك ممكن انك شفتنج لادارات اخرى زي التريجوري او الفنتك وهذه المواضيع من ضمن الحاجات الليها ممكن يكون مطلوبة اكتر من اي حاجة فضاع ده في الاعتبار لو انت مهتم في السفر للخليج ولكن اتلاحز هنا بانه يجب انك تاخز في الاعتبار انه آآ منطقة الخليج من ضمن المناطق اللي بيركزوا فيها جدا على اللغة ويجب انك تاخز ده في الاعتبار انها في الوقت الحالي فيه كتير جدا من المناطق بتتجه الى السعوادة زي السعودية الاسى في قطاعات كتيرة البنوك معظم الوظايف فيها متسعوادة من فترة طويلة ممكن تجرب تدور في المشاريع الجديدة او المدن النائية آآ عادة في الامراب بيبقى لينك دي انه وكزلك مواقع البنوك ولكن يجب انك تاخز ده في الاعتبار وربنا وفقك وكتب لك كل خير بازن الله اكتبونا في التعليات لو حد عندك ربا في الحمل في الخليج في البنوك ربنا وفقك وكتب لك كل خير بازن الله